اقتصاد الأزرق مجموعة واسعة من القطاعات مثل أنشطة النقل البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة البيئية وإدارة نفايات المحميات البحرية وغيرها وهو ما جعل إدارة مهرجان جمرت لليفوت تختار الاقتصاد الأزرق موضوعا رئيسيا للدورة الثانية من المهرجان وتوجه دعوة لثلاث من الخبراء والبحثين لتأسيس ندوة تضمنت علاقات نقاش من أجل إبراز القيمة الاقتصادية والبيئية للأنشطة البحرية كباراء تونسيين وإيجان بلبيوا الدعوة بش يعطيونا كل واحد رؤيتو حول كيفاش نجمو نطورو هالاقتصاد البحري هده أو ما يسمى بالاقتصاد الأزرق كيفاش نجمو نستغلو الماء بش نجمو نعمو منو نخلقو منو الثروة قشرة الكراب والكروفيت احنا نخرجو منها مادة اسمها الكيتوزان ونحاولوها المواد عندهم قيمة مضافة كبيرة كما مواد التخصيص كما مواد التجميل كما مواد تصفيت المياه وتنقيط المياه المسابح العلاقة هذه ديما أن محروقات مع البيئة ديما علاقة مضاربة إن شاء الله معناها قاعدين نحصنوا بالكداف ونطوروا في الكليتين متاع المحروقات متاعنا بشكون معناها نوفروا لنحترموا بها القواعد البيئة ومن أبرز المكونات الرئيسية لمهرجاني جمرت لليخوت يوجد معرض يجمع كافة القطاعات المتدخلة في الأنشطة البحرية ويهدف إلى عرض مكونات القطاع الترفيهي البحري بأكمله مع تقديم آخر الابتكارات في هذا المجال نسمع فيستفالة متاع يخوتها ما فيهش كان يخوت فيه برشة حاجات للنجم تكون موجودة للبيجير كل و للعائلات الكل عن دكاياك ومتاريال متاع صيد ومتاريال متاع بلونجي اللي هو أكسيسيب للنس كل تجيب تستعمل جينا نقدمه في الفلوك عم تاعنا الاكتفيتات هذه في تونس قاعدة ألسو ديفلوب بالكدي البابور هذا مصنوع مئة بالمئة في تونس بأخر تكنولوجيات عنا دي برودي اللي جبنهم يسهلوا ما يضعوا لكش وقت في النتواج عنا دي بومب معنتا فسيلة يتوليزي تك تك توقع روح كل شيء ينضيف دي باستيفاله دي عاولنا برشا خطر احنا نعملوا حتى ليتست حتى يجيونا عباد ما تعرش للبرودوية مع انتا شنين في كاسيتين متاعوا وشنين يقوتوا دونك احنا أونسي باش نوريهم نحاول الروجه للتونس كوجهة سياحية وسياحة مركب الترفيهية كبرودوية بديل على السياحة الأخرى التقليدية اللي يقولوا عليها في غياب كلي للإدارة التونسية يمثل ميناء جمرت الترفيهي فضاء يجمع مختلف الفاعلين في قطاع الأنشطة البحرية الترفيهية وستسعي لتطوير أنشطة اليخود في تونس وفتح آفاق جديدة